استمرار التعاون العسكري بين سيول وواشنطن يشعل غضب بيونجانج الحلقة الأحدث في التصعيد المتنام بين الكوريتين هي توجيه الزعيم الكوري الشمالي كيم يونجون أوامر لقوات بلاده بتكثيف الاستعدادات والتدريبات لردع ما سماه حربا حقيقية لعداء كوريا الشمالية مناورات تحاكي هجوما على جارتها الجنوبية بعد سلسلة التدريبات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكد خلالها كيم يونجون أن بلاده سترد بشكل ساحق على أي اعتداء فيما دعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الأمم المتحدة والمجتمع الدولية على حد سيول وواشنطن على وقف مناوراتهم العسكرية المشتركة على الفور وفي أول رد على التصريحات الكورية الشمالية تعهدت كوريا الجنوبية بتعزيز تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات بيونجونغ رغم ما يثيره ذلك من غضب لدى الأخيرة ويأتي إطلاق السباريخ الباليستية وتحذيرات بيونجونغ مع استعداد القوات الأمريكية والكورية الجنوبية لأكبر تدريب مشترك منذ خمس سنوات تحت اسم الدرع الحرية ويستمر عشرة أيام لمواجهة ما تسميه واشنطن وسيول التهديد المتزايد لترسانة بيونجونغ النووية المتنامية بينما تعتبر كوريا الشمالية المناورات بمنزلة تدريبات على غزو أراضيها أو إطاحة نظامها التصعيد بين الكوريتين ليس جديداً لكنه يختلف هذا العام عن السنوات الماضية فالتوتر على أشده بين حلفاء كل طرف كوريا الشمالية والصين وروسيا من جانب وكوريا الجنوبية ومعها الولايات المتحدة واليابان وبقية الحلفاء الإقليميين من جانب آخر في مشهد وصلت التوترات فيه بين الشطري شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر